وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على مدينة سيفيتو غوريسك في منطقة دوناتسك شرقي البلاد المدينة فرضت القوات الروسية على أحيائها السكانية سيطرة كاملة ليصبح إجمالي عدد المدن التي باتت تخضع لسيطرة روسية في منطقتين دوناتسك ولوغانسك 17 مدينة لتكون موسكو بذلك قد سيطرت على 97% من أراضي إقليم لوغانسك وعن حصيلة الخسائر العسكرية قالت روسيا إنها دمرت خلال الأيام الماضية من العملية العسكرية 50 قطعة من المعدات العسكرية التي تم تقديمها للجيش الأوكراني بما فيها مركبات قتالية مدرعة ومدافع وطائرات من دون طيار على الرغم من المعارك التي دارت راحاها بمدينة سيفيتو غوريسك إلا أنه لم تكن هناك خسائر بالمعالم الأرثودوكسية التاريخية لقد حرسنا على أن لا يتم الإدرار بكل المآثر الثقافية والتاريخية والمعمارية بالمنطقة كانت روسيا قد اعترفت رسميا في فبراير الماضي بمنطقتين دونيسك والوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو وأعلنتهما دولتين مستقلتين وسط رفض دولي واسع جرى عليها سلسلة من العقوبات السياسية والاقتصادية